ستة أم مصطفى هي الزوجة الأولى والزوج تزوج عليها الزوجة تانية فعشان يستردي زوجته 2014 كتب لها البيت عشان ما تسيبش البيت وكده كتابة البيت باسم واحدة من الزوجتين لو كان التصرف ده يعني وهو بكامل أهليته يبقى والتصرف ده كان على عين حياته فهو نافذ شرعا وقانونا ولو كان الغرض من كتابة البيت حرمان الباقي فعليه اسم وإن كان الغرض من كتابة البيت ليس القصد منه حرمان أحد وإنما ترضية هذه الزوجة فلا اسم عليه يا صاحبة السؤال وحضرتك أدرى أين تكون الحقيقة